من جانب يكاد مضرب منتخبنا الوطني بكرة القدم باسم قاسم يكاد أن التحضيرات أو التحضير لنهائية آسيا 2019 سيبدأ من أمام المنتخب الفلسطيني على ملعب البصرة الدولي قاسم قال أن مباراة فلسطين الودية هي فرصة أو هي فرصة للعبين المحلي لإثبات قدرتهم الفنية من أجل الاتماد عليهم خلال المدة المقبلة سيما أن المنتخب يمر بمدة تحضير مبكر لنهائية آسيا 2019 في الإمارات وأضاف أن غياب اللعبين المحترفين ليؤثر في شكل ونهج المنتخب الوطني بشكل كبير في المباراة أمام المنتخب الفلسطيني